اوديو انترفيس ومسجل انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا اهلم بكم النهاردة هنعرض جهاز جديد اسمه الزوم اتش فايف زوم اتش فايف زلك الشركة الزوم الاول لازم نتكلم عنها الشركة دي بتنتج جهزة ومعدات صوتية وحاجات خاصة بعالم الجيتار بدأت في عالم الجيتار برضو فبتنتج مالتي افكتس وبتنتج امبليفيرات المهمة شركة زوم دي ابتدت تقتحم مجال عالم الاوديو انترفيس والكمبيوتر هي مشهورة جدا مجموعة من الريكوردرات بيسموها فيلد ريكوردر او ريكوردر بتاع الحقل او بتاع التصوير او بتاع الخارجي هو عبارة عن جهاز ريكوردر ديجيتال زي اي اي جهاز كان طالع في التمانينات والتسعينات وبعدين اتطورت الاجهزة دي دلوقتي ما بقتش بشريط بتسجل عليه بقى الموضوع كله ديجيتال جوه الجهاز نفسه بيتسجل عليه بالديجيتال بتقدر بعد كده تخرج كارت الميموري ده تحطه في الكمبيوتر وتاخد الصوت اللي انت عاوزه تحطه على الكمبيوتر ابتدت الاجهزة دي كمان توصل لدقة وكواليتي بقت هي اللي بتستخدم في التصوير الحوارية اللي بيطلعوا برة فبيبقى داية اداية التسجيل بتاعتهم ما تستغربش هو الشكل اللي هو بتاعه وتحطه في الجيب ولكن فعلا قدرته عالية جدا بتاع الصوت اللي فيه طالع كويس واصلوا للتكنولوجيا بانك انت دلوقتي فعلا تقدر تنقل الصوت جيد جدا يصل لجودة الستوديو وانت بالجهاز دوت فطبعا الجهاز ده كمان شركة زوم بتنتج اجهزة كتير قوي منه بتنتج اتش وان دوت اللي هو سنجل هتلاقي المايك آآ لازق فيه وتقدر تسجل بمايك واحد او تدخل فيه جاك بتاع مايك اللي هو بتشبك في الكارفات دوت وتحط الجهاز في جيبك وتسجل ويسجل لك فعلا صوت كواليتي عالية جدا مفيش اي مشكلة فيه ده الجهاز الاتش وان اتش تو آآ فيه مدخلين تقدر تسجل بمدخلين مش مدخل واحد آآ بدأوا من اتش فور اتش فور ان بدأ الصوت فيه كواليتي بتاعته تبقى كواليتي ستوديو اتش فايف ان اللي انا هتكلم عنه النهاردة دوت ده فيه ميزة آآ مش موجودة في الموديلات اللي قبل كده الـ وال الـ انك انت ممكن تستخدم الجهاز بتاع التسجيل بتاعك كاوديو انترفيس ازاي الجهاز عندي فيه واصلة بتتوصل بالكمبيوتر وبيقدر تشتغل بالجهاز بتاعي كأنه USB انترفيس طب ايه الفايدة بتاعته ايه الميزة اللي فيه مثلا عن اي انترفيس بيبقى خارجي وبقدر اسجل منه محطوط على مكتبي انا عندي هنا نفس الوصالات بتاعتي اللي هي الوصالات الXLR بقدر ادخل اتنين XLR زيه زي ال Scarlett 2 in 2 out موجود عني هنا هوت هنا المداخل بتاعتي اللي هي اتنين XLR اقدر ادخل منه واقدر كمان ادخل اللي هو الجاك بتاع الميكروفون بتاع الكارفاتة او اللي بيسمون اللي فالير او وكمان في عنده كابسولة الكابسولة دا انا هشيلها اهي ممكن الكابسولة دا دي فيها يعني مايك بتسجل وتحطه قدام اه لا او تحطه قدام حد بيتكلم او تحطه حتى كمان قدام اه مثلا جمهور بتستعرض صوته مثلا فتقدر تسجل بالكابسولة دي وفي عدة كابسولات موجودة مختلفة واحدة منها تعمل لك مايك بتاع كوندنسر بتاع ستوديو واحدة منها تعمل لك اه مثلا مايك بتاع شوت جون بتاع تصوير بتاع كاميرات فيديو فاحنا عندنا هنا بالتركيب بتاع الجهاز دوت انا عندي مايك متركب عليه جاهز يعني انا ممكن بازبط بالدوائر بتاعتي دا ديت اللي انا شايفها دا ديت اللي هي المفاتيح بتاعتي دا ديت ازبط علوه وانخفاض الصوت على الجهاز بتاعي وعندي الزراير بتاعتي بتاعت التسجيل وبتاعت التبشي وبعدين تعزف كمان لان انا ممكن تسمع عن طريق سماعة موجودة في الخلفية بتاعته وتقدر تسمع الحاجة اللي انت سجلتها ففعلا بالزراير اللي موجودة ديت انا اقدر اتحكم في التسجيل بتاعي واقدر اشوف كمان الليفل بتاع الصوت اللي انا بسجله فانت شايف حتى كمان المؤشر بتاعي انا هسجل دلوقتي على المايك الستيريو بسم الله الرحمن الرحيم شايف المؤشر بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم فعنده مؤشر كمان ان انا علو الصوت اقدر عالي بسم الله الرحمن الرحيم ووطي زي ما انا عايز بسم الله الرحمن الرحيم كده بوطي كده بعالي بسم الله الرحمن الرحيم كل ممكن كل ما نفتح الصوت اكتر من المايكروفون اللي هو الستيريو دوت اقدر اوصل به لليفل اللي انا عاوزه بالزبط واتحكم فيه بان انا اقرأ مقاس حتى الديسيبيل عليه ان انا بسجل ما بيني ايش ناقص عشرين وناقص اتناشر مسلا فانا هيتحكم لي فعلا في من الناقص عشرين ناقص ناشرة باعرف الموجة الصوتية بتاعتي مقصرة قد ايه. اه الجهاز دوت طبعا بيشتغل بكارت الكارت ده اس دي كارد بحطه من هنا واقدر اخرجه بان انا استعمل اس دي كارد دوت ادخله على الكمبيوتر الملفات بتاعتي بسهولة يعني فيش اي مشاكل فيه. هو ما اه زي ما احنا اتفقنا هو اسمه اتش فايف لانه هو خمس مداخل. احنا هنشوف دلوقتي الخمس مداخل دول بتوعه ايه? نراجع عليهم تاني. عندي مدخلين ورا بتوع الا 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 اللي معروفين طبعا ان انا بوصل بهم المايك كندنسر او مايك عادي. على فكرة وفي كمان فانتوم باور فانا ممكن اوصل مايك اه كندنسر بتاع استوديو عادي واعمله الباور اللي تمانية واربين فولت ممكن ييجي عليه برضو من الجهاز دوت. فده يعني واصل. المدخل ادي اتنين هنا هوت. وعندي المدخل بتاعي ده استيريو. الميكروفونين هنا دخلين هنا. وعندي المايكروفون اللي هو بوصله اللي هنا دوت. فانا عندي خمس مداخل اقدر اسجل بيهم في وقت واحد عشان كده اسموه اتش فايف. اتش سيكس اقدر بسجل بستة. مش خمسة بس. اه كمان لما بوصله بالكمبيوتر بتاعي انا مش محتاج ببطاريات. هو كده ببطاريات بيشتغل ببطاريات الام عادية جدا. ممكن اخد البطاريات ديت واغيرها لو انا اه مثلا خلص ثماني البطاريات وبيتقعد البطاريات على فكرة فيه وقت طويل جدا يعني. فممكن اغير البطاريات دي لو خلص ثماني ينفيش اي تكلفة كتير يعني عليها. ولو انا جنب الكمبيوتر هشغاله اوديو انترفيس لما بوصله بالكمبيوتر الوصلة بتاعت الكمبيوتر بتاخد كهربا تدخله للجهاز دوت. فانا ما عنديش مشاكل خالص ان انا اعمل باور للجهاز دوت ان انا اوصله اه كهربا وان انا احطه على المكتب بتاعي اسجل عليه لو انا عايز او او اوصله بالكمبيوتر على طول والكواليتي بتاعت البري امب او الامبليفير اللي جواه عشان يكبر صوت المايكروفون هي نفسها نفس الكواليتي بتاعت فيعني كأن بستعمله كاديو انترفيس وفي نفس الوقت عندي الميزة التانية ان انا بسجل معايا وانا خارج برا فانا ممكن استعمله مع الكاميرا كاميرا الفيديو بتاعتي وسجل صوت محترف جدا صوت كويس جدا واعمل في الاخر خلط ما بين الصوت اللي هنا دوت واشيل صوت الكاميرا وحط صوت الفيديو عليه يبقى صوته بالمايك الاحترافي دوت او الجهاز التسجيل الاحترافي دوت فانا ان انا اقدر فعلا اسجل صوت وانا برا او انا بعيد عن الكمبيوتر بتاعي ودي مشكلة بتقابل ناس كتير لما بيسجلوا فيديوهات برا بعيد عن الكمبيوتر لازم ياخد الجهاز معاه عشان يقدر يسجل عليه الصوت ده ومعاك اوديو انترفيس عادي فانت هتقلل جدا من الحاجات اللي هتشلها. كمان اه بنبسطه نوع ممكن احطه في جيبي يعني انا ممكن احط المايكروفون اللي هو بتاع الكرافاتة دوت على يقت الاميس او الكرافاتة او الاميس بتاعي او تحت الاميس واعمله بسوليتيب على الجلد ودوت الجهاز احطه في الحزام بتاعي او في الجيب بتاعي من وراء وخلاص والسلك مستخبي تحت الاميس بتاعي وانا بتكلم واتحرك واسجل الصوت بتاعي ويبقى الموضوع تمام ما فيش اي مشكلة خالص واقدر اه اه اسجل وانا مرتاح واتحرك بالتسجيل بتاعي فلي الناس ما تفكرش هو تمن ومش غالي برضو يعني هو وتمنه اقل من متين دولار يعني انت لو هتشتري الاوديو انترفيس بمية وتلاتين دولار او مية واربعين دولار طبعا انت ممكن تزود شوية ويبقى عندك جهاز تسجيل واوديو انترفيس في نفس الوقت وكواليتي صوت بتطلع منه كواليتي صوت ستوديو يعني تقدر تعمل بيه حاجات كتير قوي ورزوليوشن بتاعه اعلى بكتير جدا من سي دي بلاير او سي دي نفسه الكواليتي التمانية واربعين انا بقدر نعمل اضعافها بالجهاز دوت فاللي مش عاوز يجيب اوديو انترفيس يحطه على الديسك بتاع الكمبيتر ممكن يجيب المسجل دوت بيسموه او مسجل الحقل او مسجل الخارجي واوصله المايك اللي انا عاوزه اجيب مايك اوصل اللي انا عاوزه او ممكن استخدم اه المايك ده بيجي معاه سفنجة اللي هي بتتحط على المايكروفون هنا عشان تمنع الهوى فلو انت بره بتعمل حوار مع حد انت ممكن تتكلم وتديه المايكروفون تتكلم وتديه المايكروفون والهوا بيبقى ممنوع عنه بسبب السفنجة اللي هي بتبقى فوق دوت فانا ارجح ان الناس اللي ممكن تستعمل الجهازة ممكن تستغنى عن اللي هتحطه على المكتب بتاعه في البيت او على المكتب بتاعه في واشوفك الحلقة الجاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة